سورة الفاتحة سورة نكية آياتها سبع وهي أفضل سور القرآن أهميتها عظيمة وفضائلها كثيرة يرددها المسلم في صلاته كل يوم وليلة سبع عشرة مرة على الحد الأدنى وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلى السنن وإلى غير حد إذا هو صلى متنفلا غير الفرائض والسنن وفي السورة من كليات العقيدة الإسلامية وكليات التصور الإسلامي وكليات المشاعر والتوجهات ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركع وبطلان كل صلاة لا تقرأ فيها اجتملت الفاتحة على معاني القرآن كله حيث تضمنت العقيدة والعبادة والمنهاج ولهذا سميت بأم القرآن لعظيم فضلها وشرف مكانها كثرت أسماؤها وتعددت أوصافها فهي فاتحة الكتاب وسورة الحمد والسبع المثاني والشافية والكافية من خصائصها أنها ركن من أركان الصلاة فلا تقام بغيرها ولا تصح إلا بها اجتملت على أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات جمعت بين التوسل إلى الله بحمده وتمجيده والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده اجتملت على جميع معاني الكتب المنزلة من فضائلها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فاتحة الكتاب حيث اجتمعت معاني الكتاب